المورد الآخر أعزائي في المجلد العاشر صفحة ثلاثمائة وواحد وخمسين أعزائي ثلاثمائة وواحد وخمسين يقول وما اجتمل عليه آخر الرواية من اقتلاعها من سبع أراضين هذه القصص القصص الأنبياء السابقين ثم رفعها إلى حيث سمع أهل السماء الدنيا نباح كلابهم وصراخ ديوكهم أمر خارق للعادة وهو وإن كان لا يستبعد من قدرة الله سبحانه لكنه مما لا يكفي في ثبوته أمثال هذه الرواية وهي من حسنا ماكوا واحد يقول له سيدنا آخر اشلون أنت تستبعد على قدرة الله أي بشر هو مو في الامكان البحث وين ها وين بإنك وبين الله بعد هذا يستحق الخطاب اللي ما يميز بين الامكان وبين شنو أنا وجدت في بعض قلت كيف ينكر السيد الحيدري رؤية الامام ممكن أي بشر هو منه تكلم جنو في الامكان أنا دا أقول دليل ما هو دليل الوقوع ولهذا اليوم ارجعوا أنتم إلى كتبنا ما رد أجيب الأسماء بيني وبين الله لماذا يستبعد السيد الحيدري طول عمر الإمام الحجة أليس نوح كذا شنو أنا دا أتكلم في الامكان حتى أنت تقول لي بأن النوح كان عمر كذا وفلان كان عمر كذا وموسى كان هي شفاعة وإبراهيم هي شفاعة أنا دا أتكلم دليل ماذا ها دليل الوقوع إلا أن جنابك ترى كل إمكان مساوى شنو للوقوع هل يوم اقرأوا ملانا كتاب الشيخ الصدوق ملانا في قضية الغيبة ملانا اقروا هل يوم شوفوا من أول التاريخ إلى آخر التاريخ هاي يعدد أولئك الذين طول الله شنو هذا كل ماذا يثبت عزيزي شنو يثبت أن الله قادر إذا أراد أن يعيش أحد مو ألف سنة مو عشرة آلاف سنة إذا أراد أن يعيش مليار وثلاثمائة مليون سنة قادر لو مو قادر شنو احنا بحثنا في الإمكان حتى الطرف الآخر شنو أهل السنة شنو عده إشكال شنو في الإمكان هو يقول ما هو دليل وشنو الوقوع لماذا تستبعدون أن الإمام الجواج عمره سبع سنوات يصير إمام هو من مستبعد هو من مستبعد على قدرة الله تعالى هو من مستبعد على قدرة الله أن الإمام الحج يولد عمره خمس سنوات عمره خمس سنوات يصير ماذا إمام الإنس والجن هو أكوث بحث استبعاد هو بحث إمكانه ولو بحث ماذا بحث وقوع هسا إذا أنت متميز بعد هاي مشكلتي له مشكلتك أنت هذا المورد أعزائي من الموارد